اشتركوا في القناة وأغلب الظن الحقيقة يمكن واحدة من الحاجات اللي فتت نظري هو فكرة الاستثمارات الأسيوية هتلاقي أنه أغلب الاستثمارات الأسيوية هي اللي منورة أو نكحة بشكل كبير جدا في أوروبا تحديدا PSG استثمارات قطرية زي ما قلت السيتي استثمارات إماراتية شفنا الصين في إيطاليا مع الإنتر شفنا كمان سنغافورة أو سنغافور في الدولة الأسبانية وتحديدا مع فالينسيا هنتكلم على التجربة دي والفكرة وتأثيرها على نجاح النادي أو النقلة النوعية والأهداف اللي بيحاها المستثمر من الدخول في صناعة كورت القدم معنا شون باي المدير العام السابق لنادي فالينسيا الأسباني هو ضفنا في السادسة من خلال فيديو كونفرنس موجود معنا طبعا في سنغافورة حاليا برحب بك بداية طبعا وبشكرك على مشاركتك معنا شكرا شكرا جزيلا على استضافاتي يعني بداية خلينا أتكلم معك على فكرة تجاه الاستثمارات سواء عن طريق دول أو عن طريق شركات أو كائنات كبرى للاستثمار في كورت القدم إيه بتكون أهم أهدافها وإيه الدوافع اللي بتخليها تتحرك لاختيار نادي بعينه في البداية كلنا نعرف أن كرة القدم هي أكبر تجارة عالمية رياضيا حاليا من وجهة نظري يجب أن نكون جزءا من هذه التجارة فبطبيعة الحال يجب علينا أن نذهب ونلبي هذه الطلبات فصناعة كرة القدم صناعة كبيرة عالميا وليس فقط على مستوى أسيا يوجد جماهير خاصة بكرة القدم يوجد الملايين متابعين لكرة القدم وهؤلاء الجماهير يجب علينا إرضاؤهم فهذا دافع أكبر لنا أن ننخرط في هذه العملية وأن نكون عضوا في هذا المجتمع إيه الأهداف اللي بيسع عليها كلا الطرفين يعني الأهداف اللي بيسع عليها تحقيقها المستثمر والأهداف اللي بتسع عليها إدارة النادي أعتقد أن على مستوى المستثمر أن أكبر هدف هو أن تبني نادي ناجح أن تعاين إدارة ناجحة أن تحضر فريقا ناجحا وهذا هو السبب الرئيسي من وراء شراء أي نادي وهذا ما يريده النادي ليس فقط إحراز وليس فقط إحضار الأسماء الكبيرة ولكن الاحترافية هي الأهم فبالتالي حينما تدخل أي دولة في استثمار في أي نادي أوروبي يجب أن تحرس على فعل هذا لتنجح ففي النهاية هذا هو أكبر هدف لأي مستثمر في كرة القدم فهذه أساسيات لتنجح أي عملية استثمارية في كرة القدم هل المستثمر بيكون لي كافة الصلاحيات يعني طبعا مفهوم دوره الرئيسي بيكون دخ الأموال في ميزانية النادي بالشكل اللي بيتم الاتفاق عليه لكن هل بيكون لي دخل في طريقة الإدارة في أسلوب النادي في وضع خطة زمناية معينة هل النادي مطلوب منه يحقق بطولات هل النادي مطلوب منه في سوق الانتقالات إنه يبيع ويشتري لعبين وبالتالي حقق فائد للمستثمر يعني آلية العمل أو الاتفاق بين الطرفين بتكون إزاي أو بتكون مبنية على إيه هذا يعتمد كثيرا على آلية وديناميكية عمل النادي قبل مجيء المستثمر وبعد مجيء المستثمر من ناحية العملية الاحترافية التي تدور فالمستثمر ينتظر أرباح وفي نفس الوقت النادي ينتظر المزيد من الانفاق والنجاحات فالمستثمر الآن يريد أن يكون جزءا من القرارات الكبرى فبالتالي عليه أن يكون لأنه بطبعة الحال سينفق الكثير من الأموال في هذا النادي ولكن أي من هذه الاستثمارات مطروحة على الطاولة يجب على الإدارة أن تناخشها بحرص وليس كل القرارات متاحة للمستثمر ولكن يجب على المستثمر أن يكون داعما ماديا أن يكون داعما على مستوى الفني على مستوى تلبية رغبات الإدارة فهذا هو هذا أمر مختلف عن نمازج الاستثمار المعروفة في أي تجارة أخرى ما يريده النادي أولا ما هو مناسب للجماهير ثانيا ويجب على المستثمر أن يكتشف أن يكتشف ما يريده تحديدا مع إدارة النادي والجماهير تقييمك أو إلى أي مدى نجحت تجربة استثمار سينغافورة في نادي فالينسيا الأسباني ونجاح هنا على مستوى المستثمر وتحقيق أهدافه وعلى مستوى إدارة النادي اللي بالتأكيد كان لها تطلعات أيضا وأهداف أخرى حسنا أنا فصلت عن النادي منذ شهرين أو ثلاثة أشهر ولكن أعتقد أن أي نجاحات حققنا حتى الآن أستطيع أن نقول أننا أنشأنا أكاديمية أو ساعدنا في تطور أكاديمية فالينسيا والتي أمدت الفريق الأول على مدى أربع سنوات باللاعبين الممتازين فهذا هو أكبر نجاح حتى الآن لنا أعتقد أن هذا هذا نوع هذا نوع ما أردنا أن نبنيه في فالينسيا أعتقد أن هذه الأشياء يجب أن تنجز أولا وتنجز باحترافية الأمر لا يعتمد فقط على إحضار الخبراء ليديروا فالينسيا ولكن كيف إدارة هذا وكيف توظيف الموارد هذا أمر صعب بمواسبة ولكن استطعنا أن ننجح في هذا على الأقل في هذا الجانب من مهمتنا أن نرى كل هؤلاء الأولاد الصغار يتأهلون للفريق الأول في فالينسيا كان أمر ممتازا لكن القصة ما بتبقاش مرتبطة بتحقيق بطولات لأننا شفنا تجارب كتير جدا شفنا الصين بتستثمر في إيطاليا شفنا الإمارات بتستثمر في إنجلترا أيضا السعودية شفنا قطر بتستثمر في فرنسا وده كان نتيجة تحقيق بطولات ولا ده ما بيبقاش هدف رئيسي ده مرتبط يمكن بخطة طويلة المدى كما قلت هي عملية معقدة يجب عليك أن تنجح أولا في إدارة النادي للمرحلة المستهدفة وما نراه الآن أن البطولات لا تأتي في الحال كما حصل مع الأندية التي ذكرت ولكن هو مشروع مشروع تسير عليه فبمجرد أن تحرز أول بطولة سيكون هناك حرص على الاستمرارية لإحراز المزيد فأعتقد أن كل هذه الإدارات حرصت على أن تنجح وأن تحرز البطولات كما قلت منشنستر سيتي أخيرا أحرز البطولات وأحرز دور أبطال أوروبا ولكن هذا استغرقه سنوات عديدة ليصل إلى هذا المستوى من الاستمرارية والتأثير أو الفاعلية أعتقد أن هذا هو المستوى الذي نطمح أن نراه ففي الدور الإسباني حرصنا على الاستمرارية أن نسير بخطة ثابتة في إدارة النادي لمدى ناجح أعتقد أن هذا سيستغرق وقتا أطول ويجب على أي مستثمر أن يفعل هذا خليني عشان وقتي في سؤال مهم يهمني أطراحه عليك قبل مختم اللقاء يمكن كان التوجه من رؤوس الأموال أو المستثمرين هو الاستثمار في أندية أوروبية في السنوات الأخيرة والتجربة كانت نجحة في أوقات كتير جدا لكن يبدو أن التوجه أصبح الآن الاستثمار في نجوم الكرة الأوروبية نهاردة بنشوف كتير من الأسماء اللي كانت متعلقة في أوروبا بتلعب في دوري السعودي هل بتشوف دي بداية مرحلة أو بداية توجه جديد للاستثمار في نشاط كرة القدم ولا مصير التجربة السعودية ممكن يكون زي مصير التجربة الصينية أو الدوري الصيني أو الدوري الأمريكي أعتقد أن أعتقد أن تجربة السعودية هي كما تعرف هي إمكانية أتاحت إمكانية أكبر لباقي الدوريات الأسيوية لفعل هذا الأمر ليس فقط أن ننظر إلى الأسماء ولكن ننظر إلى الجانب الدعائي ننظر إلى الجانب التجاري فالآن أي مشجع لكرة القدم حول العالم يميز ما يحدث يعرف السعودية الآن الملايين في العالم يعرفون من هي السعودية وهذا ما استفادت منه حول العالم حتى الآن ولكن الطريقة والمفتاح للاستمرار في هذا هو الأهم هو أن تدعم أن تدعم جودة هذا المشروع وأعتقد أنهم قادرون على إنتاج هذا وعلى إحضار العديد من اللاعبين وإحراز أو إنتاج المزيد من اللاعبين الشباب لتدعيم الفرق أعتقد أن هذا نموذج ناجح وأعتقد أن السعودية ستستمر في ذلك وأن باقي الدول الأسيوية ستلحق سؤالي الأخير وأتبقى من وقت حوالي دقيقة إيه اللي يحتاجه نادي فالينسيا لينافس على تحيير الألقاب والبطولات مش بس على مستوى الليجة وعلى مستوى إسبانيا وعلى مستوى أوروبا أعتقد أن فالينسيا يحتاج ما ما معه بالفعل فريق منظم إدارة منظمة وأن يستمر على هذا النسق إذا أردت أن تفوز بالبطولات فيجب يجب عليك أن تحسن استخدام الإمكانيات المتاحة لديك فواحدة واحدة من أهم طرق التطور هي السير خطوة بخطوة نحو النجاح الاستمرارية كما قلت فأعتقد أعتقد أن فالينسيا قادر على إحراز بطولة أو بطولتين في المواسم القادمة ولكن يجب على الجماهير والإدارة أن تكون صابرة وأن تتضمن سوية والاعتماد أكثر على أكاديمية النادي لبناء فريق قوي شوان بي المدير السابق لنادي فالينسيا الأسباني بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا وأعتقد أن فالينسيا طبعا نادي كبير في أسبانيا يمكن التجربة ما تكونش نجحت بالقدر الكافي لكن التجربة اللي من نوع ده بتحتاج إلى وقت كبير جدا فاصل